بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وتم التسليم اليوم الأحد الحادي عشر من شهر جماد الله الثاني أو من شهر جماد الثاني 1445 للهجرة الموافق للرابع العشرون من شهر ديسمبر 2023 وما زلنا في ثقه الأسرة وكأننا انتقلنا إلى خطوات عملية فالخاطب والمخطوبة عندما يبحث عن شريك لهما علمنا بناحية الأحكام الشرعية وما يتعلق به الحلال والحرام وهل يثاب أم لا يثاب أنه يركز على شيئين الأمر الأول أخذناه في اللقاء الماضي وهو الدين عندما يختار الخاطب مخطوبته أو المخطوبة تختار يعني تختار في من تقدم لها تقدم الدين وذلك لنص النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع وذكر منها إيش تظفر بذات الدين تريبت يداك وفهمنا من كلمة تريبت يداك أنها باللغة أي دعاء أنك أصابك الفقر حتى أصبحت قريبا من التراب إلا أنها كلمة يقال يعني تقولها الألسنة ليس للدعاء لكن يعني كأنه يقول ظفرت فشت أنت أحسن اختيار أخذته أو نلته ووصية النبي عليه الصلاة والسلام نافعة لكل زمان ولكل مكان حتى وجاء إنسان الآن يفارق فيقول أنت تقول اظفر بذات الدين وأنا مخير بين بنت عمي وبنت خالي وبنت الجيران فبنت عمي ما تناسبني ولكنها متدينة ما علامة دينها مثلا بارة بوالديها لا تتحدث بالغيبة لا تعصي الله في الغيبة لا تستهزئ ينقلني عنها أنها مثلا مستثمرة لوقتها حافظة لكتاب ربها يعني هذه كل المقاومات أنا ماذا أستفيد بينما ابنة خالي لديها من الطموح أو الشهادات أو الوظائف أو المال أو ما شاء الله خالي مثلا مدير كذا كذا يعني سأنال منه واسطة أو علاقة أو شفاعة أو شيء فلا نجز منه إلا لابد أن تأخذ ذات الدين وبالأكس حاول أن تجمع فجد إمرأة تستفيد منها مالا ومنصبا مدام أنت ميولك وتذكيرك أنك تريد أن تستفيد من الجانب الأسري من هذا النوع ويكون الدين موجود يعني لا تأخذها وهي ليست متدينة لأنك الآن تقول هذا الكلام بعد سنة سنتين شهر شهرين قد تتغير فلا يكون يعني موافقا لما طمحت إليه اليوم أيها الأحبة نأخذ ما يتعلق بالأخلاق وفي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير فالأخلاق حثعت عليها الشريعة ومعلوم كثير ممن يعظي الناس ومعلوم هذا الحديث إنما بعهت ليتمم مكارم الأخلاق يعني رسالة المحمدية مع أنها لا تؤمن إلا بالله لا شريك له وعني رسول الله أيضا جئت لأمتي بأن أتمم مكارم أخلاق أيش يعني يعني الأخلاق الجميلة الأخلاق يعني الطباع أو التصرفات فلما يكون تصرفك هذا جيد أنا محمد بن عبد الله جئت أيش مؤيدا له وسائل الرب أن يجعل فيه ثوابا وأجرا بل وأني سأفعله وأتقيد به لكي يكون قدوة لكم في الفعل والقول فاليوم يولا حبة يعني نجول في بعض في جل كتاباتكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن تكون صدقة جارية عنكم فالأخلاق يجب الحرس عليها وليكن لقاءنا اليوم فيه من الخفة فجلكم يعرف إنما هي من باب التذكير فعندنا مثلا الخلق الأول الصدق ما المقصود بالصدق هو قول الحقيقة والواقع هو قول الحقيقة يعني أبيض أبيض أسود أسود أنت أمس عين كنت كنت في كذا تقول الحقيقة هذا الصدق مجمول الصدق ويجب أن يكون الإنسان أصلا صادقا مع ربه وصادقا مع الناس كيف صادقا مع ربه كيف يكون الإنسان صادقا مع ربه مثلا في بذلي في عطائه في دعائه في صلاته في عباداته وصادقا مع الناس في التعامل ما يحتاج ليست من الشطارة أن أكون يش أنجب يقول فهلوي أو ذكي وألف ما خلي يدري ما يحتاج أني أكذب إذا لا أريد أن نتحدث أنه قد يأتي من الشخصيات من لا يعني من لا يستطيع المجابهة فإذا ما سئل كم عمرك وإيش اسمك وكيف طلق أبو قمك وكيف أنت منتقلت وكيف أقوك دخل السجن وما يبي جاوبك فقد يكذب فأنا أقول له ادفع الحرد بأنه اجعل من شخصيتك يعني إذا جاء أحد يستشيرك أقول له اجعل من شخصيتك من القول ومعليش هذه أمور شخصية لا أريد أن نتحدث عنها أفضل من أنك يشت تجرى على الله وتكذب يعني كونك أنك تستحي لا هذا الحياء المذهوم هذا الحياء الذي لا يأتي بخير عادة الحياء لا يأتي إلا بخير لكن هناك من الحياء من يأتي بشر فالصدق قول الحقيقة بحيث يكون ظاهره كباطنه الأدلة على الصدق كثيرا لكن لو أريد أن أقف وقفتين الوقف الأولى هل يجوز التورية أيش عن التورية أن يأتي إنساء مثلا يسألك كم عمرك ولا تريد أن تجيب بالذات بعض النساء ما يحب أن يجيبوا فهي عمره مثلا أربعين فهل يجوز أن تقول عمري ثلاثين لا اللي يقول نعم يرفع يده ولا حسن واللي يقول لا يرفع يده وما ينفع تكلكم ساكتي أو أكثركم لا إذن يجوز لماذا يجوز لأن الجزء يدخل في الكل أنت يا شيخ كم معك في جيبك عندك ألف دولار يجوز أنك تقول عندي خمسمية كذبت لم تكذب أنت لما يقول لك كم عمرك عمري ثلاثين يعني مريت على الثلاثين وماش مش لازم تجيب بالمل يعني يعني هذا من باب التورية ليست مقصود منها الكذب إنسان قد يقول يعني يأتي يسأل يقول لك كيف حالك تقول له الحمد لله بخير وانت مسكين من كوب ومسا ضربت وعندك مشاكل من باب التورية الحمد لله في أمور ثانية فيها خير فلا تقيس عليها تجي تقول والله هذا الآدم يجاي يخطب هو كذاب ليش يا أخي كذاب يا أخي قبل فترة سألنا يش عندك شغل كانت شغال في المدرسة ولما نجينا يعني ندور طلع يا بويه ما هو في المدرسة يعني طلع بس جاي يضربوه إحنا صدقنا حسبناه مدير مدرس وليش فنقدر نقول ليش لا ينتبه ما نقول عنه كاذب يعني نقول مثلا يواري نقطة ثانية متى يجوز الكذب طبعا الكذب من الذنوب العظيمة عند الله سبحانه وتعالى حتى أنها جعل في شريعة محمد أنها آية وعلامة وصفة الميك للمنافقين اللي هم في الدرك الأسفل من النار يعني هم الأشد عذابا وشد إيذاء ليش من الله سبحانه وتعالى يريد في أمة محمد الوضوح ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء كلهم ودون الرسل كلهم حياته كله واضحة يعني الآن لو جاء إنسان يريد يقول لك أريد أن ندخل في الإسلام من نبيكم يا شيخ أشرف تقول للشيخ محمد عليه الصلاة والسلام فقط لو قال لك حدثني عن محمد تستطيع أن تأتي بسيرته طفلا تستطيع أن تأتي بسيرته قبل قبل الولاد اللي عامل فيه لكيف كان والده وأمه كيف كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام تستطيع أن تأتي به قبل البلوغ تستطيع أن تأتي به بعد البلوغ وقبل البعث وكيف تزوج من خديجة وما العايات والعلامات التي جعلت خديجة تبحث كانت حجيء حياة خديجة من حكماء قريش حكماء مكة فأرادت أن تسأل عنه هذا اليتيم المبارك أين هو فاستخدمته في ماذا في المال وهذه تعرفوها المعلومة تعرف الرجل الرجل هو المشكلة المرأة ما فيها مشارك دائما الرجل هو المشكلة تعرف الرجل بالمنقوش والمنفوش تعرف الرجل بالمنقوش والمنفوش هذا من حكم المشايخ إن شاء الله ما هو المنقوش الدينار والدينار فلوس فإذا ما تكتشف إنسان حاول تقرضه حاول تدخل معه في فلوس حاول تسأل عن من يعمل معه بالمال فتعرف الرجل في أخلاقه في المال ليش؟ لأنه المال يظهر يظهر ما أنت تخفيه ولذلك وجدت أنه في فرق بين الغرب والشرق الأوسط في معلوماتهم أنه يركز على تاريخك الاتماني ليش؟ لأنه بتاريخك الاتماني يعرف أنت ضابط لصبع مهتم غير مهتم تسدد ما تسدد قادر أن تعيش على مستوىك ولا لا تزيد ولا تنقص تتطور ولا ترجع وراء وهكذا والمنفوش أي جانب النساء كيف علاقته مع زوجته مع أمه مع أخته لماذا؟ لأنه هذا الجانب الأضعف هذا الجانب الذي يحتاج إلى حنية يحتاج إلى احتواء يحتاج إلى تقدير فإذا لم يكن يعني يرعي هذه الأمور فلغيرها لن يرعي وأقرب مثال الأنبياء ما من نبيين إلا ورعا الغنم ليش يا رب؟ لكي يتعودوا أن يرعوا الرعية لأنك لو تركز لماذا الغنم بالذات؟ ليش مو البطر؟ ليش مو الجمل؟ الغنم تحتاج لراع يعني مهتم بكل شيء يهتم بوقت طعامها يهتم بوقت شربها يهتم أين تنام فإن لم يجعلها تنام في مكان سيأتي الذئاب ويأخذوها وإن لم يسعى إلى إطعامها ممكن لا تأكل فتموت جوعا من دون ما تعرف بهيمة للبقر لا ليس هكذا الجمل ليس هكذا بل أنك إن أطعمتها أو أسقيتها كثيرا قد تشرب وتأكل حتى تنفق تموت إذا ما انتبعت أنت إلى نوع الأكل ومتى تأكل وفين تأكل وكذا فالشاهد أيها الأحبة مسألة الصدق في مواطن يجوز للإنسان أن يكذب يقوم أن الكذب محرم وكبيرة عند الله والله جعلنا أمة ظاهرة هذا السياق الحديث فمتى يجوز للإنسان أن يكذب أي شيخ في الحرب الحرب خداعي ما مثاله في الحرب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أين أنت ذاهب مثلا إلى غزو قريش فيقول لا أنا ذاهب إلى الشمال ثم بعد ذلك يواري ويذهب إلى وجهته التي هو أرادها إلا في غزوة واحدة صدق عليه الصلاة والسلام وهو الصادق لكن الحرب خداعي أي غزوة غزوة تبوك لما فيها من البعد والمشق وكان التمحيص واختبار وهي اللي فيها سارة الذين خلفوا ثلاثة وهكذا فالذي يقرأ السيرة ويركز كيف أنت كل الغزوات تواري وتأتي في غزوة لا تواري فيبتل الله إيش ثلاثة من الصحابة في مسألة أنهم قالوا لا نستطيع وهو تركهم لا تستطيعهم تركهم لكن إيش ندموا يعني علم الله هو الطلع على توبتهم ويعلمنا جميعا أنه يجوز أي مسلم لأي إنسان مهما أذنب أن يرجع إلى الله مهما ارتكبا من المعاصي حقوق والدين كبائر زينة خمر هناك رب الرحيم ترجع إليه الموطن الثاني ما هو الإصلح الشيخ عمر زعلان من أسامة فأجي للشيخ أسامة وعلم أنه عمر يعني زعلان منه عشان أخذ منه فلوس وما ردها فأجي عند الشيخ أسامة إنت ليش ما تبقى ترد الفلوس قال يا أحي واضي يستاهل أنا يا ما أكلته يا ما شربته يا ما يا ما يا ما دحين جاي طالبني ما أنا كنت أعطيله ومن دون دين يجي يقول لي بس أنا محتاج أقول له خدها ومثلا يكون عنده فرح اللي يكون عنده مناسبة أنا أعطيله ليش الآن جاي طالبني من الصحين الآن عمر ولا وسامة عمر أن عمر لما أعطاله أعطاله دين ما أنه صراح أنت كنت لما تعطيه من باب المنة من باب الصدقة من باب الإحسان من باب الهدية لكن عمر لما أعطاك أعطاك بحق الدين فوقت ما يريده هامينك واجب أنك توفيه طيب أنا الآن كمصلح وأنت تقول يجوز أنك تكذب ماذا أفعل ونمق الكلام وأنت أقول له والله يا أخي هو يذكرك بخير هو كان يسبه أو كان حرامي كذاب مناثب ما أدريش نصاب محتال فلكن أغير الكلام أقول له بصراحة أنت رجال طيب وهو يتشكرك كثير بس ياخي تعرف ظروف هو يقول بس الآن محتاج سيارته خربة الليش هو محتاج الفلوس هذا كله كذب لكنه يجوز في الصنع نفس الشي في ماذا في إصلاح الزوجين في إصلاح الوالد مع ولده آتي للولد يقول له والله أبوك يمدحك ويقول أنت خير أبنائه وأنت قدوة وأنت أن يد اليمين وأنت العزوة وأنت الذي يحتاجك وأنت 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 ونفس الشي في مين في الأب هل الأب يكره ابنه أرجل الفطرة أنه ما يكره لكن إيش قد يكره فأنت في الإصلاح قد تأتي للإبن فتقول له يا أخي أنا أبوك بس هو يشد عليك المصلحة يعني يبقى عودك يبقى تهتم يبقى تركز يبقى شي الأمثلة كثيرة إيش للثالث متى يجوز الكذب وهي في درسنا ما يكون بين الزوجين هاي نعم نعم هذا هو فيأتي الرجل وهذا هو المطلوب ترى هذه هي فائدة لفقه الأسرة هو التعامل كيف تتعامل فإذا أباح الله لك شيئا بالمقابل يجعلك في أسفل النار بل ويجوز لك فإذا ما قدمت لك طعام قبل أن تقدم ما شاء الله شريحة الأكل وهي ما في ريح بس أنت لابد تتعود وهي أيضا تتعود ونعلمه أبناءنا وبناتنا الذكر الحسن ما شاء الله البيت اليوم نظيف لأنه مملكتها أنت من تدخل البيت مسكينة غيرت وشالت وتعبت وظهران قطم وانت جاي ولا غنك داري ولا وتقلس كمان تقول لك في شيء تغير لا هذا ما في شيء وانت شايف شيء لا ما نشاهد شيء وانت ملاحظ اللمبة مع الجاء كانت هنا سارت رجعت كذا وانت لا ما في شيء فإذا أنت كيش تقول لك هذا ما يحس فيه ولا يدري عني ولا يفكر فيه ولا وتسلك مشكلة وهي تبقى مضايقة وانا كمان لاحظت حاجة يا مشايخ سبحان الله النساء لا يح يعني أغلبوهن حتى هذه عند الرجال لكن بالنسبة متعة التسوق ما في شيء يسمونه متعة التسوق بالذات الآن الشركات يعني تجي كنت في البيت جالس وتشوف وتشوف المقاسات وتشوف الألوان وتشوف الأشجال وتشوف وتشتريها بالحبة وعدة ثم تقتنيها يعني متعة ولا ما هي متعة طيب وين الفائدة هذه المتعة الآن حصلت الآن في الشراء بس في ثواني بس أين الفائدة الفائدة في أن يمدحها من يشاهدها بالذات المرة ما شاء الله اشتريت هذه الحاجة حلوة العطرة ذا اللي خطي بسم الله ما شاء الله يعني رائحة قوية حلوة مفيدة غير مفيدة يعني زكية ميزكية الجزم ذا اللي خطيها الشراب ذا اللي خطي الطاقية الأشياء يعني لابد أن تذكر إذا ما ذكرت إذا راحت عليها هتروح تشتري حاجة ثانية وإنت هتستغرب قل لين شايدوب الأسبوع الماضي اشترت مو أنت السبب أنت لو ركست من والله ألوانها بسم الله ما شاء الله أجمل ما في السوق وأحلى ما في السوق جاي موديل وشفتها وووو ما حتشتري وما حت تخسر أنت واضح يا مشاهد طيب قال الله تعالى في الحث على الصدق هذا يوم ينفع الصادقون صادقين الصدقهم يعني يوم القيامة سيأتي وقت الصادق اللي كان يتحمل تحزي أو يتحمل أي شيء للصدق ينفعه يوم القيامة وقال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إيش يعني اتقوا الله تحذر ماذا دائما نسمع اتق الله اتق الله إيش يعني خاف الله يقول لك خاف الله أجمل تعريف لاتق الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا كلمة اتق الله يعني اتقي عذابه بأن تقيم الأوامر وتنتهي عن النواع هذه هي تقو الله ولذلك تقال في كل جمعة تقال في آيات كثيرة طبعا في ناس يتضايق مننا يتقول له اتق الله يقول لك لي يا أخي الشيخ تنسويت حاجة فما أجمل شيء أن ترد يا شيء أن تقول هذه وصية الله لرسوله يا أيها النبي اتق الله فما ليس كون أنك توصى بتقوى الله أنك على معصيا لا هو من التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أيضا يا أيها الذين أمنوا والصدق من صفات من المرسلين الأنبياء والمرسلين طيب ما علاقتي أنا بهم بإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام ما علاقتي بهم أنا الآن لو أثبت لو أثبت لي أن إبراهيم كان صادقا وموسى كان صادقا ومحمد عليه الصلاة والسلام كان صادقا ما علاقتي ما فائدتي قال اقتداؤه لأن الله أعطانا إذا أردت أن تكون عاليا فأن تكون مع هؤلاء ليش أنهم الصفوة ولما أثبت الله شهد الله أنه لا إله إلا هو أشهد نفسه على أنه هو الإله في علو الصفوة كونه يشهد على نفسه يعني ولله نتعلم من معه والملائكة وإيجاد تركيب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم حتى أن العلم فسروها وطلاب العلم أنهم شهدوا أشهدهم أنه لا إله إلا هو تعرف ما يعني الشهادة أنك تشهد أن الله هو الإله هذا رفقة يعني علو في المكان وطلب العلم هذا من العبادات المباركة ومين كمان شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هم ثلاثا لهو الله والملائكة وأولو العلم يعني ثلاثا جعلهم الله واصطفاهم فقط طبعا من العلماء قمة العلماء منهم الأنبياء والرسل هم من العلماء طيب عندنا في إبراهيم عليه السلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي وفي إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكذلك في إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي طبعا كثيرة لكن هنا بس من باب التفكير أنت تعرف مبحث هنا في الخلق نفس وليس في نخدم الأخلاق أو إلا هي مطلب لكن كفقه نأخذها كحكم ومن حديث النبي عليه الصلاة السلام عليكم بالصدق هذا الأمر يدل على الوجوب أم على الاستحباب الله أكبر كيف عرفت أنه على الوجوب تكملة الحديث لأنه يهدي إلى النار فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة إلى الآن في وعيد في شهيد على الوجوب ما في شهيد على الوجوب إلى الآن طيب شوف وما يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديق هو هذا الصديق إذا كتب عند الله صديقة هو هذا المبتغ هذه المنزلة التي نحن لا نراها الآن وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار هنا على طول أعرف أنه هذا محرم الكذب محرم والصدق وعلي وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب ثانيا الأمانة طبعا ماذا يعني مسألة الصدق تتفاوت عند الناس ففيه شخص قد يجعل الصدق يعني يعني قد يورط نفسه بالصدق فالحكمة المؤمن كي يسون فطن يعني يعرف يختار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب في الزمان المناسب مع الشخص المناسب أنت تعرف ماذا تقول يعني في أشياء قد تقال وقد لا تقال فلا تظن أنه من الصدق النكش يعني كل شيء يكون ظاهر وواضح لا مش لازم يعني يجوز التورية المحرم ما هو الكذب طيب الأمانة هذا الخلق الثاني الذي ينبغي على الخاطب أن يبحثه في المخطوبة طيب وأهلها الصدق الأمانة وكل ذي الصفات هل يبحثها في أهلها أم لا فقط فيها هي طبعا مرضو حق في الأهل طيب هل هي تبحثه في الخاطب فقط أم في أهله في أهله في أهله طيب عندي مشكلة مدام تقوله كذا الشريعة عجازت للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يشترط أن يكون والدها مسلم وفي الشريعة لما الصحابة كانوا يتزوجوا كان في بعض آباء وإخوان المخطوبة قد يكونوا من الفساق ومن قطع الطرق ومن الفساق فعلى العموم إجابة أو توضيحا القلق الأول يكون في في الشخص مباشرة فإذا تعدى إلى الأسرة والأهل الحمد لله والعكس بالعكس أنا أبوها ما شاء الله تبارك الله قمة في الأخلاق أو أبوه قمة في الأخلاق لكن الولد مش طيب اكذب ما عنده أمانة فما ينفع وجاء التحذير إياكم وخضراء الدمن قالوا يا رسول الله ما هي خضراء الدمن قال النبتة الحلوة نبتة وردة لكن فين مثلا فيه مستنق فيأتي الشعب ينظر إلى جمالها ينظر إلى تثنونها أسلوبها في الكلام أسلوبها في الحديث فإذا به يورط ليش يورط لأنه أنت بكرة أبنائك حيتربه مع خالاتهم اليوم أخواتها طيب أيضا في وقتنا الحاضر إن استطاع الخاطب أنت كمستشار أنك ترى نوع الشريك الثاني يعني مثلا شريك يعني جاءك يسألك الآن البنت سأكتول لك يا شيخ جاءني خاطب سين هل فيه أمانة هل فيه صد قالت لك نعم لكن أمه مثلا ما هي طيبة هنا تسألها هل أمه مؤثرة عليه شخصيته هو يتأثر بأمه فإن قالت لك نعم فبطريقة غير مباشرة تقول له ابحتي أو ينتظري استخيري الله في الاستشارة دائما لا تجزم فإنك إن جزمت بالاستشارة لا ما ينفع لك لا 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 تأخذي يعني هي بد ممكن بعد شهر شهرين ترجع تندمك أو تأخذ وينصالح على يدها فإنك تقول لك أنت السبب وأنت وأنت لأنه أنت ما عندك دليل قطعي أنت بس مجرد أنك تأخذ الأحداث تأخذ من خبرتك تأخذ من العلم اللي الله أطاك إياه وتحكم عليها طيب طيب الأمانة ما المقصود بها أي الالتزام بالعهد والنزاهة والصدق والإخلاص وعكس الأمانة الخيانة شوف عكس الأمانة الخيانة فالأمانة حفظ حقوق الناس وأداؤها لأصحابها وقت طلبها تامة غير ناقصة مذكرين عمر وأسامة الله يصلحهم متى نقول عن أسامة أنه أمين عندما دفع كل شيء من دون حاجة أول ما طلبه خذها يا أخي كاملة بدون لت عجن وأنا لا وإنت ديتني طيب إنت ما ديتني كان في حسابات وكان لأنه مش مساءة خيانة هنا لا أنا أقصد الأمانة تمام الأمانة أنك ترد من غير مماطلة إذا كان حتى مماطلة الغني ظلم إيش يعني مماطلة الغني ظلم يعني لو كان الآن عين هذا هو الذي أقرض ألف فلما جئنا لألف وناله رد الخمس آلاف مثلا اشتريت سيارة ولا وردت ولا نجحت ولا ما نجحت الميم الفلوس حق عين يريدها هب أنه قال أن عين غني بيش أعطيله ما هو محتاج بس هو عذية كذا إلا هي المفروض كنت أسدد له هي من سنتين هو عارف ظروفي وساكت ليش الآن جاي يضغط علي من موقفي معه فيه صار موقف بيني وبينه كذا كنا ماشيين وما سلمت عليه مهما جبت مبررات مهما اقتنعت بها أم لم تقتنع بها صاحب الحق هو الذي يغلب ما دام له حق كونه سكت سنتين هذا ما يدعوك على مماطلاته واضح واضح يا مشايف قال الله جل في علاه إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها واضح أو لمواضح واضح ومن الأمانة الزوجية هذا من جزال الله خير من كتبها يعني أعطانا فكرة كيف تطبق هذا الخلق في الحياة الزوجية فقال ومن الأمانة الزوجية حفظ النفس فما شاء الله إذا حيحافظ على بنتي إذا هو أمين إذن سيحافظ على بنتي أو أختي أو أمي كيف يخطبوا أمي يخلي وكذلك محافظ على المال ما حيتدخل في مالها ليفسده ولا يحدددخل في ماله لتفسده صاح أو لا هذا كله بخلق واحد والعرض ما حيضيع نفسه أو زي ما يقول وإيش يعني قد يكون عينه طويلة طيب إنت عينك طويلة ثق تماما أن هناك من سينظر إلى أهلك فتكون أنت المتسبب زي ما يقول دقة بدقة ولو زدت لزاد السق وهذه معلومة مشهورة وبالنسبة للحديث النبوي ذنباني يعاقب صاحبهما في الدنيا قبل الآخرة ومنهما إيش الزنا والزنا سواء كان بالنظر أو باللمس أو بالتحدث بس مجرد مكالمة وجدت صوت إمرا حاول تنتهي بسرعة كونك تماطل وتطول في المكالمة والله ما شاء الله شرحك حلو وأسلوبك جميل هناك من سيقول لابنتك أو لأختك أو لزوجتك ما شاء الله صوتك حلو وأسلوبك جميل وإذا زدت حيزيد فمن الأمانة أنك أنت مع شهوتك تجبحها فثق أن الله سبحانه وتعالى سيحافظ عليك كما حفظت العرض أيضا السمعة هذه من الأشياء الجميلة كيف السمعة يعني مثلا ما يشوشر عليها ما تلاحظوا بعض الزوجين إذا ما قدر الله بالانفصال يبدأ يشوشر رحمكم الله يبدأ يشوشر فيهم ما فيهم والله ناس بخلا يا ما روحت عند أمي ولا يفتحهم الباب ناس دائما في مشاكل ناس في كده ناس في كده وهي بالعكس والله أخواته وأخوانه أمه اطلقت وأبوه اطلق وصارت مشاكل فهذه السمعة الأمانة عندما تختار الرجل الأمين والزوجة الأمينة يحافظ على هذا يقول لك لا ما أخرج السر ما أخرج الكلام أصلا إذا كانت القواعد العامة الشرعية بين الناس أن المجالس بيش بالأمانات فإذا ما جاء واحد أبو عمار جاء تقول لك والله بك في موضوع أو في اتصال بس تشيرك يعني فأن هذا مجلس أمانة وضحناه في قبل كذا فإن وافقت أنت اللي حملت نفسك إيش بداية الذنب أنت تريد أجر وتساعد إنسان فإذا ما حافظت على هذا المجلس وتنتبه حتى لو أنهيت المكالمة ووالدك زوجتك مين كان معك ما تجاو ولا تعطي أي اسم ليه لأنك تربط ليس من الأمانات أنت حتى تذكر والله كان صديقي فلان لأنه هي تبدأ تربط فأخذ معك نص ساعة وكان يتكلم مثلا على مشكلة مادية شوف أنت ما كلمت ما المشكلة لكن كونها هي تربط وسمعت كم كلمة أنك تتكلم على بنوك وكيف حلية مشكلة الفيزة وكيف حلية مشكلة ما أنا عارف هي التأمين وبعد كذا هي تجي تسألك مين كان يتكلم معك والله كان يتكلم معي زوج فلانة وهي تعرفها تعرفها كذا أنت فبحت فبحت سرة تصير ولا ما تصير هذه مشايخ تصير كثيرة فالواحد ينتبه مسألة الأمانة هذه مشكلة ومنه كذلك حسن العشرة من حفظ الأمانة كيف من حفظ الأمانة ما تتذكروا الحديث الذي يشخدتموهن بأمان الله فعنت الآن حسن العشرة كيش يعني حسن العشرة يعني يا أخي اعتبر نفسك حبيتك فح تتعامل معها بالهدايا وبالتحدث الجميل وبالمدح وبالذكر الحسن صح متى ما كرهتها لابد أن تتعامل معها أيضا بنفس الأخلاق هذه من الأمانة مش تخلي مشاعرك يش الدافع حيث أني حتى النبي عليه الصلاة قال لك إن كرهت منها صنعا رضيت منها آخر والنصوص التي تأتي للرجال هي للنساء والنصوص التي تأتي في الشريعة للنساء فهي أيضا لمن للرجال أيضا يا مشايخ حسن التربية نعم نعم سيأتي من شكو سيأتي من شكو سيأتي من شكو لو طلع من شكو خارج للعين نعم نعم إذا هو اشترط عليها مثلا جاء عين عين مثلا اتفق معها قال لها حنروح آخر السنة هذه مثلا الحج وما أنا بأحد يدري وقال لها بيني وبينك هذا الكلام فالواجب عليها أنو ما تخبر أحد وأنت نفس الشي لو قلت لك ما تخبر أحد ما تخبر أحد طيب فين الإشكالية مدام أنت تفتح مواضيع زي كذا الإشكالية يا أخي في بعض العوائل إذا جيت أنت شارد القعدة يعني الآن أنتم تكلمت بالكلام هذا وقدمت وعجزت وكل شي وجاء على شارد القعدة يا الله بابا ماما مسافرين فين راحين وحين الحج ما خبرتونا ما كلمتونا لا من زمان إحنا رتبنا من قبل في بعض الآباء يزعل بعض الأمهات يزعل ليش يعني ليش ما تكلمونا فما تتقبل أنه فكرة أنه هذه الآن خلاص بنتك اللي كانت معاك وما تخبي عنك شي الآن أصبحت ملكة في بيتها وأصبح عندها حدود وأصبح عندها تصرفات وكذا فأنت لابد يعني كخاطب أو كمستشار أنا خطى لكم كمستشار لما يجي واحد يسألك مسألة الأمانة توضحه حتى لو جاز علام من زوجه يقول لك أنا اتفقت معا مثلا أني بسوي عملية وما بعد تقول لأحد وروح تسويه العملية اللي تفاجعت أخوها جعل الحمد لله يرسلي بالرسالة كيف عرف هي قال فنبين له نوضح له يا أخي أنت اخترت الأسرة هذه مش هم يفشوا السر بس كان نو ميش متعودي أنت مثلا تربيت وحيت وضح له هي كذا أو تربيت معي قوان نفسي نفسي هم بيئتهم لاحظة أنه هي الأختة الكبيرة يبدو ركزنوا أو أنه هي الأختة الصغيرة فكل الأنظار عليها ويعتبروا أنفسهم ميش آباء عليها فهي بي يتأكد وي بي يطمئنه فكونها تقول أنك أنت مش في شعل السر أول شي يوضح له أن التفكير اللي أنت تفكر فيه واللي هو مزعلك مش واقع أنت ميش ياخد خاطرك ياخد خاطرك أنها أفشة السر يا أخي ما أفشة السر طيب أنت لا قدر الله حصل لك شي حتطلب من مين دم ولا فلوس ولا تعالوا وده ولا جيب ولا تعب ولا خربت ولا احتاج شي في العملية مين اللي حيود يجيب مو أهلها مثلا أهلها اللي هو أخوها القريب طب وكيف تقول يعني تقول لا حد يدري تبدأ إيش تربيه تعلمه وهنا من البداية أنت كيف تختار هذه الزوجة أنت ما شاء الله وحيت أبوك ومك وانت قادم على بنت ما شاء الله عندها ستة بنات أخوات وستة أولاد أخوان فهذه يعني إيش ما عندهم سر عصلا هي عاشت معهم كيف أنت تحط الحاجة مثلا ما حد هيستخدمها والله تيجي بعد سنة ما حد مستخدمها هي مسكينة للروج هذا وكذا ستة سبعة قسروا حتى ويحطوا روج ولا روج عشان يطلع لون جديد يعني متعودة على أشياء لا بد أنك أنت تتأكد أنه هيش تخالفك من الأمثلة هذه اللي وقعنا فيها في الاستشارات أن يجي يقول لك والله يا أخي أنا كرهت أهلها يجيك الزوج يقول لك أنا عندي مشكلة في أهلها ليش يا أخي عندك مشكلة فعلها يقول لك يا أخي يدخل غرفة نومي لما نيجو مثلا عندنا في البيت في الزيارة بيت شبغة مثلا غرفتين ولثاث غرف مثلا يدخلوا المطبخ يدخلوا يا أخي حافظين الدواليب كلها سير هذه سير حافظين وشيلوا شيخ مونير يشيلوا طقم الصحون شالوا والكبايات شالوها طيب ايش سوي فنجي نفهم يا أخي الفاضل أنت تربيت مع مين أنت صولت وما حتدي سيارتك لأحد وما حتدي له كذا وأصلا عندك أخوان لا ما عندي أخوان ما تربيت إلا لو أنت معك أخوان هتحصل واخذ السيارة واخذ الله يقريمكم الجزمة واخذ المفتاح واخذ العطر واخذ أقلامك أو لو ممكن الشاحن مسافر شير الشاحن ويمشي وانت تجي تدور ما تحصل وجعلانه كذا والعكس أنت هذه البنت يقول لك والله عندها أخوات وانت استعى في الوسط يعني في استعى أخوات حتى كما ممكن ما متزوجات ويقول لي يا حبيبي هم يبو يشوفوا يشوفوا هذي اللي أختهم اللي كانت في الغرفة معهم وحدة فوق وحدة تحت فجأة يقول لك إيش يلسى مادريبار بمادرية راحت صارت عندها ملكة فهم يشوفوا المملكة هذه كيف ما تبقوا بيدخلوا الغرف وكذا فتبدأ يش توبحه طب كيف أحلها عاد الله يعينك يعني مثلا تبدأ تتفاهم معها أو معلش خلي حدودك ضيطة مثلا دولة بوخزنة وقفلها ولا وقفل الباب لا يفتحون إذا كانت البيت صغيرة البيت صغيرة وهم جوز ضيوفه وزيارة أو شي فعل العموم منها حسن العيش في التعامل بالأمانة أيضا حسن تربية وتعليم الأبناء جزال الله خير أظن هذا الشيخ عمر اللي كتب الأمانة ووضح فيها أمور كثيرة ربطة في الأمانة منا حسن تربية الأبناء شو علاقة حسن تربية الأبناء ما تلاحظ شوف دحين ما تلاحظ إحنا لما مر معنا لهو التفكير والتقطيط أنه لما تيجي تقطب أو تفكر أو تستشار لابد أن تكونوا متوافقين بالتفكير مثلا إيش خططك أنت بعد عشر سنوات والله كذا كذا عندي خطط في التجارة عندي خطط من ناحية الشهادة عندي خطط من ناحية حفظ القرآن الأشياء الوجدانية عندي خطط في الحج نفسي خلال العشر سنوات هذه أحج خطط وتجي للثانية وإيش خططك فيه إيش أباروح السوق السوق إيش هذا السوق بكرة بعد ما يفهمه أو العكس قد يكون هو مداري ما إيش من تداري إنت فين شغال والله أنا شغال مدرس طيب ما تبقى تصير وكيل مدير إداري لا 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 ميني كده مدرس أنا ما تبقى تتطور مع ما لا 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 في فرق أو لا ما في فرق طيب إكسوا هذا الكلام في مين في الأبناء الآن تزوج وبعد ست سنوات سبع سنوات جاءه من المولود الأول الأم مركزة يبقى في مدرسة عالمية وفي مدرسة ستة لغات وفي مدرسة أكترونية هو مسكين يقول لك لا خليك مدرسة حكومية نجح نجح ما نجح مع السلام بدأ إيش الاختلاف صح أو لا ما بدأ الاختلاف لما يكون في أمانة حنجي نقول مين للأب أو الأم نجمعهم كده في جلسة استشارية ونوضح له منه من الأمانة مش على كيف هذه أمانة للإبن الإبن يبي يتعلم يوالله يبي يتعلم طيب إنت قادر تدفع أو قادر أدفع طيب إيش المعنى أنت يا أم تعيني الأب في هذه المدرسة أو في هذا المركز أو في هذا التحفيظ أو في هذه المدرسة العالمية المين تتفقوا بما يناسب هذا الإبن من الأمانة حتى لو ما عجبوا الكلام إيش اللي حيسويه حيدفع وحيودي وحيجيب وما حينكد وهي نفس الشي من الأمانة إن كانت أمينة في حسن تربية وتعليم الأبناء حتلاحظها تسعى أنها تنجح زوجها أو تنجح وأولادها أو ما تعتبر أنه إيش إحنا فريقين الولاد وبنات أو الكبير الصغير أو هذا اللي طلع يشبهك وهذا اللي طلعت إيش بهني واضح يا مشايخ إيش أرمي إلي طيب أيضا عدم إفشاء الأسرار الزوجين كان فلوسه في مبنوكه إيش حالة الصحية حالة المادية وهو بالعكس جسمها كذا شكلها كذا لونها كذا رائحتها كذا هاي وانتبهوا لهذا الكلام لأنه كثير من الزوجين اشتكم وهو النصح بين الزوجين وفعل ما فيه خير للجميل هذا أيضا من الأمانة تأتي البنت سبحان الله لديها من العقلية ما يستعام بها في شركات لتطوير الشركة ونجي يشوف زوجها ما شاء الله هي قدها مديرة بنك يعني بدأوا 20 سنة حياتهم بدأت هي موظفة ولا محاسبة مشرفة من يعرفه سارت الآن مديرة فرق وراتبها اللي كان ألفين سار الآن عشرين ألف ومسكين يعني راتب وبدأ معاها بأربعة ألف أكثر منا أكثر أكثر منا لكن مسكين إلى الآن حتى كمان نزل ثلاث 500 صار ما يداوم كثير بعد 20 سنة وبالأكثر جسمه تعبان وكذا ولا عاد يقدر يسوي شيء خاص هذه وظيفة ما عاد حيقدر يطلع على فوق يعني إلا يترك العمل ما فيه أنه يبدأ من جديد ويبدأ مشوار جديد وكذلك هناك موقف من الأمانة أنك أنت ليه ما سعيت أنك تطورها كيف تطورها نعكس نفس المثال مدام بدأنا بهذا المثال أنت ليه ما سعيت مثلا هو عنده الشهادة علمية والله عنده ثانوية طيب ليه ما خليتي يكمل بكالاريوس ليه ما خليتي يقدوله وديبلوم سنتين بحيث أنه هذه لما يكبر شوية حصل وظائف هو مو حقة وظائف مو مشكلة طيب ليه ما خليتي يدخل في بيزنس ليه ما وقفتي معه وشجعتي وساعدتي من الأمانة إذا جاءت تقول لك ما أستطيع ما أقدر أو هو ما أستطيع ما أقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لكن فين المشكلة ركزوا فيها أنا أعتبركم مستشارين المشكلة اللي يجيولك ما لصلاح ما لدخل فيه هو عنيد هو ما يسمع أو هو أو هو أو هو يقول ما لدخل فيه هي أصلا تسمع كلام أمها هي بس تمشي وراء كلام أبوها هي تقدم كلام أخوها فلوسها أصلا كلها عند أخوها لا من الأمانة أنك لا تأتي بالأشياء الشخصية هذه من حسن العشرة من الأمانة بين الزوجين أن تسعى لرفعتها حتى أنه كانوا يعني يقولوا إيش تجهزها لزوجين آخر يعني أنت خدتها ما هي دارسها ولا فلوس ولا شيء فإذا به يطورها وحسنها وسوالها تعقيم كانت أسنانا كلها مخلوعة زبطها وسوالها تقويم وكانت بطنة من يعرفه ورجلة ما عالجها وخلها تعرف تتكلم وتعرف تلبس وبعدين يقول لك راحت لغيري فنجيقول لك مش أنت والعكس وبالعكس لو جات تقول له هذا كثير من النساء ما شاء الله اللي يحبوا الخير يتقول له لا تخليه يطلع حلو ليه الحريم يأخذه لا تذكريه بخير أمام مين أمام الحريم يتصلوا عليه من وراك يا شيخ عماد والله أنا عندي مشكلة زوجتك تقول أنك أنت حلال مشاكل حلني المشكلة هذه ايه وأنا حلل لك المشكلة هذه وبعد أسبوعين كرت الدعوة حللها المشكلة بأنه تزوجها من بدل أصلا الزوجات فاهمين الشيء هذا لا حلل هذا أكبر مشكلة هذا لو دخلت معه بعد سنة أسبوعين تفسيين وحتتديني وحتورطي يعني معروف هذا عند الله فعلى العموم أيوة ولا يعرف يقرأ وكل قراءته خطأ وأصلا يقرأ بدون وضوء المهم وكذلك النصح بين الزوجين من الأمانة ننتقي من الرحمة الرحمة هي غصال الخير للغير وبذله وبذل المعروف والإحسان لمن هو في الحاجة إليه وهي من أعظم مقاصد النكاح فإذا سادت الرحمة يعني أنت بالله الآن يا شيخ ماهر لو دقيت هذا اللي جنبك كذا هو طالع فيك يعني شافك مضايق ورحمة هتسبب معا مشاكل إذا رحمته مثلا عرفت أنه ما دقك بالله يعني ما الله يسر عليك لو كانت بين الزوجين ويرحمها يعني مثلا قامت الصباح تشوشر عليه انت وانت 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 لو نظر لها بجانب رحمة مسكينة أنا قمت ما شاء الله الرجل ما هو مريض عادة يقوم متعافي هي ما شاء الله يعني امراض بطنها كثيرة وامراض صدرها وامراض دمها هي تمر بتغيرات فأنظل لها بجانب الرحمة أقول لك اليوم خليها تبربر ليش تبربر عشان تهدى مسكينة بدلا ما تروح تدفع 200 دولار 300 دولار طبيب نفساني بس يقعد يسمع لها انت اسمع لها خمسة دقائق وبعد أقول لها خاصة الفطور علي أقول لك انت سكروا صوتك وجوه تعبان على الشهو يسوي لك شي دافي على فكرة مشايخ من الكثير من النساء لا يعرفنا أن مسألة للدورة تتعب إن لم تنزل ها هذه معلومات حلوة فعنتك الرجل ماذا تفعل ابحث عن من أشياء تنزلها من الأشياء التي تنزلها في نبتة تسمى القرفة هذه لابد تكون في البيت وحاول تعود نفسك عليها ما عليش يشرب كل شارح تشربها يومين ثلاث يام ساخنة سخنة هي مشرب حلو حط فيها سكر وخليها تنقع في الموت يطلع لونها حلو بس ولو كاسة واحدة واحذر عن تشربها المرأة وهي حامل لو شربتها وهي حامل ايش يجيها الجهاز القرفة معروفة ورخيصة يعني تباع في كل مكان نعم طيب والعسل انتبهوا له وايضا ايصال الخير فجانب الرحمة لمن هو يتعامل معها برحمة وهي تتعامل معها برحمة جاء معص بزعلان فتخالقه بالرحمة ما في مشاكل بينهم شوفوا لاحظوا الكلام إذا الله خير من كتبها ايصال الخير للغير وبذل المعروف والإحسان لمن هو في الحاجة إليه وهي من أعظم مقاصد النكاح أن تسود الرحمة بين الزوجين فينبغي أن يكون الزوجين على قدر عالم من خلق الرحمة وينبغي أن تبنى الحياة الزوجية على الرحمة قال الله تعالى ومن آياتي انخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أخي سليمان ذكرني أنت تتكلم عن إيش أنا أتكلم عن الخاطب أو المخطوبة إذا ما كان فيهم خلق الرحمة ابعد كيف أعرف أنه ما عنده خلق الرحمة شوف تعامله بس جيت كده في زيارة ولد صغير كب حاجة ولا بدون قصد مسكوا ضربوا شتم وروحوا وعصبوا وراشوا ونتفشوا وأظهر كل ما خالبه هذا بعيد يعني غض النظر ما كلمك عن عصبي أو غاضب لا جانبا لا 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 تصرف ردة الفعل أيضا أيها المشايخ الصبر وهو القدرة على التحمل ومنع النفس واللسان والجوارح عن فعل ما لا يحمد حتى أنهم كانوا يقولوا من الحكمة إذا أمشي مع الشيخ أشرف أو أباع أتاجر مع الشيخ منير فماذا أفعل حتى أكتشف وأكتشف كلقة أغضبهم أشوي حركة أتقصد أني أزعلوا فيها ليش أشوف مدى ردت فعله فإن أنصفني يعني مثلا ما تعدد يعني هو عدة ثلاث أمور يعني أنه يعني يطنش ولا كأنه شي حصل الشيء الثاني أنه ينصفني ياخد حقه بالملي يعني تكلمت عليه ممكن يرد علي بينه وبينه تكلمت عليه قدام أحد يرد عليه أمام هذا الشخص وإن يطع ويقول لك أوري هذا سليمانو فبهذه المقياس أنت تعرف وهذه أيضا سمعتها في كثير من الشباب أو البنات مثلا تكون تتكلم خاطبها قبل الملكة هذا كله قبل الملكة أم لا بعد الملكة قبل الملكة قبل الملكة فيسوله طعقة في البيت مثلا يكون جاي وهو جاي ومرتبين معه موعد وكذا يقولوا لا تجي إيش لا تجي مع أبوي مو فاضي حركة حلوة أم لا حلوة مو حلوة ما يحلوة أبدا كيف وصل يعني يخلوه لمن عند الباب مو معاهله عشان ما يحرجوه لا يحرجوه هو فيغضيبوه شوفوا شردت فعله حيصبر حيقدر أو يقولوا اليوم مو مناسب معليش ها ولا حيجي يكسر الباب أفتح يا والديش انتم مصلا لعبركم اللي طولكم اللي ما يعرف هايجين تعرف يعني هو بجوز ما يطلع فيه ويعرف الموقف الثاني ما يهمك هم على حسب هو إذا عرف وهذه معلومة حلوة وهذه وسئلته فيها من ضمن الاستشارات يقول لك طيب هي ممكن تكذب يعني تمثل فقول له مادام تعرف تمثل هذه قذها مادام فهم أنه هذا التمثيل يناسبك قذها ونفس الشي اللي خدناه في الكذب أول مادام أنها قادر أنه مثلا بكرة أمك زعلتها قادر تمثل أنه أنت أحلى أم وأحلى عم وأحلى كذا قدها ماشي أنت مو ملائك يا شيخ أنت أنت جالش زعلان بقى أنك أنت زعلان والله كده شكلك زعلان صح طيب قال الله جل في علا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وإنه قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا طبعا هذه الآية في غيري يعني مش واضحة مرة في الصبر لكن في اختيار الصديق في اختيار من يعني تخالطه أنه يوم القيامة سيكون معك وقال الله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة أيضا من الأخلاق العفو والصفح أسأل أنا مثاليش وهذه من الأشياء الجميلة في الاستشارات إذا جاء إنسان يقول لك والله فلان خطب ابنتي فتطلب منه خمسة أرقام أربعة أو خمسة بس من باب التجربة مش شريعة تطلب مثلا رقم إمام المسجد أنت فين صلي يا شيخ عيمن قال والله أنا صلي في مسجد كذا وكذا معلش تعطيني رقم المؤذن للإمام طيب أنت فين شغال شيخ عيمن هذا السؤال الثاني والله شغال في شركة تزيد تعطيني رقم صديق لك أو مشرف أو أحد في الشركة ثلاثة أنت من من أصدقائك لك كذا أربعة خمسين معاشرهم وعندي ما شاء الله واحد عشرين سنة بس جيب لي رقم ممكن هذا لك ثلاثة أربعة من أقرب واحد من أهلك والله الوالدة أمي أبوي أخوي حاول تبعد وندعمك شرايك اختر القرين والله أعطيني رقم أعطاني الرابع الخامس بالذات إذا جاءك هذه أنا لا أحببها كثيرا إلا مع إنساني يكون ذكي في التعامل لو جاء قال لك نطلق مثلا ستقوله تستطيع تعطيني رقم الأسرة الكريمة الأولى فإذا ما عندك الخمسة الأرقام هذه تخبر تقوله بلغهم أني ستواصل معهم خلال الأسبوع هذا حتى أنت جملة غير الأسئلة في الخمسة ستعرف من هؤلاء الخمسة من هو هذا الشخص لما أنت تصور تتصل على الإمام يقول لك والله أخي ما عارفه أنا أنا عن ناس كثير تتصل طيب هو ما أكلمك ما أقل لك أني خاطب وفي واحد حيتصل عليك إلا أخي جاءني واحد بس أنا ما أعرف تعرف أنه هي بس لا مش من أهل المزجد أو مش من البارزين تأثيرهم في المزجد يعني مش من أهل الصف الأول أو مش من حقين المشاكل فإذا ما اتصلت بالمطلق هذه ما أدلك يا أخي ظلمني وسوالي مشكلة في محاكم ما طلقني إلا بعد ثلاث سنين وجرجر ومحاكم وكذا أو يعني في الشيء توضح لك كذلك العفة يا مشايخ وهي الكف عن المحرمات والأطماع الدنية والاستعفاف وبطلب العفاف وضبط النفس عن اتباع الشهوات المحرمة طيب كيف تسويها ما شاء الله البنات يسوها كثير مع الشباب الصغار ترسله أحد إذا هو خاطب اليوم ترسله بعد يومين عشان ما يشك ترسله أو تبدأ هي ترسله بالجوال بالواتس بأي شي تشوفها يرد أو تدخل معاه في الفيس ولاي شي تسوي له إضافة وهي تكون من يعرف أي عيونها كذا والشياز وقد يكون من بعض الرجال طبعا أنا إذا جاءني أحد استشارني في هذا الأمر وقال لي هي زودت فنقول له هذه البنت أنتبه ما تنفع ليش ما تنفع شكاكة والنفس الشي لوقات اللي البنت هو يرسل ويسوي بدأت تجيني رسائل كثيرة وكذا وكذا وقال له ما ينفع ليه لأنه غير زيادة نعم ظنان هذا ما ينفع بكرة أنت دخلت تأخرتي نزلك بيتها لك نزلتي وجار الجال نازل وراتي هذا كفين كان في من الدرج في رحتي فين جيتك شافك تكلم بالجوال شافك شي أنت تصور في بعضهم كان يقول لي إيش وإذا تصل بها في الليلة أشوفها موجودة فمتصلة طيب متصل إيش المشكلة كونه بس يعني يفكر في أشياء قد يعني تسبب شكك أو شي الأفضل البعد عنه أيضا العزة لو تلاحظوا هذا إيش من الأخلاق اللي يجب على كل مسلم أن يتقيد بها فكوني أختان لإبنتي أو أختي أو شي شابا فيه عزة ما المقصود بالعزة عزة النفس والمحافظة على كرامتها ليه الله عطاني نفس بشريا عمود جوع يعني أنا تكفيني لقمة مش لازم أطلب عشان يجيني رز ولحمه كبابه كفتة قد يكون دخلي مثلا مئة تكفيني تسعين وعشر الدخار ولا تكفيني مئة وعشر مرة كده ملاشي أتودد لهذا وأمدح وأترجى هذا وأتقرب لهذا وقد يشتمني إيش جابك أنت ما سدور إيش يعني رضا والعشفة والغدوة أنتم يعني فاضح هذا من التعامل نفس الشيء مع البنت طيب أنت إذا البنت دائما تضايقك وتغيغ يعني تغيظك أنت اشتبي وراها اشتبي منا ليه شخصيتك كذا خليك عزيزا قال الله جل في علامة من كان يريد العزة فإن العزة أو العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا وعزة النفس هي أن تأخذ أقل مما تحتاج أنك أنت لو تلاحظ من اللي هينك طمعك إلا أنت واجد كفايتك إيش عندك وهذه أنا لحظته حتى في تربية الأبناء دائما تعود ابنك مثلا زيلا شخص أو شي أنه هذا اللي لك بابا هذا يجيب هذا يجيب إنت قادر تجيب له يجيب إنت قادر يعني إيش تغطينه العجز اللي عنده وتربيه على إيش إذا كان كبير ويفهم تربيه أنه يقعد يخليك على ما أنت عليه لأنه بكرة والله لو عنده آخر موديل في السيارة برضو يفكر في غيره كيف جاب سيارة وعزة النفس هي أن تأخذ أقل مما تحتاج وبالذات مشايخ معالي شفناج جانب المرأة لأن المرأة تحضر فرح هي مثل العروسة أحلى فستان يعني كذا في بالا أنه هي لن يعزها إلا الفستان لن يعزها إلا أنك أنت يكون عندك كل سنتين سيارة جديدة مو أي سيارة سوداء فخمة مع ماركة معينة وهكذا وأن تسمو وتبتعد عن كل من يقلل من قيمتك وأرقى أنواع العزة الصمت في الوقت الذي ينتظر فيه الناس في جارك بالكلام هذا الشيخ ماهر صح ما شاء الله هذا أدو جابك كلام جميل أن يقول لك من أرقى أنواع العزة الصمت في الوقت الذي ينتظر فيه الناس في جارك بالكلام لأنك أنت عندما تتعزز السب بسيط والشتم بسيط والاتهامات بسيطة فكم من غني فقير النفس وكم من فقير غني النفس والعبد متى أنزل فاقته بربه أعزه بعزه وأغناه بغناه والعزة المذمومة طيب في عزة مذمومة ولا لا طيب أنه في عزة مذمومة فانتبه لها وهي التي بمعنى الحمية للنفس لا والله ما أرضى عن النفس في مرات تذل يعني تقول له يا أخي انت غلط العادم استسمح منه لا والله مين هذا استسمح طيب قبر رأس لا والله نفس ما ترضى كبر والعزة المذمومة التي بمعنى الحمية للنفس والأنف المذمومة قال الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم جهنم ولبئس المهاد ثامنا قبل الأخيرة اللي هي علو والهمة كيف علو والهمة لابد يكون لديك طب كيف حتعرف انه انت عندك علو حم تسأل أيش يا ولدي انت قبل عشر سنوات ايش كنت تشتغل والله كنت أدرس ما شاء الله كيف كانت درجاتك في الدراسة برضو هذا ما هو معيار بس ايش سؤال يجرس سؤال والله كانت جيد جدا طيب بعد ما خلصت الدراسة فين رحت قال والله حاولت في الجامعة وما قبلون اوكي فرحت فكيت اللي بيزنس خاص يعني من الكلام يبان وقدراته ووضعه المادي ووضعه أهله يعني تفهم وهو يمكن يكون ضعيف وصط قوي وصط ضعفه فقوته تعتبر لغيره ضعف انت ما شاء الله عليك يعني انا تذكر واحد بس تخرج من الثانوية ابو عطاله هدية ايش تتصوره هدية صحي مع قلب مليون عند الحرب ويش المحل الولد ما عنده شي ولا يعرف شي بس ذكي يعني بأسرة ما شاء الله فتح محل تحف وكان يبيع الحاجة يعني مثلا بثلاثمية اربعمية خمسمية ويما تسوى حتى عشرة ويشتروا مهابيل يشتروا الناس يقول لك ذكريات ما عند الحرم أو يحطر لهم كده الله يذكروا بالخير ماذا رح يجي يوم يسمعني يجي بقماش يجي بقماش يجي بقماش يقول لك هذه يعني تشبه كسوة الكعبة فالناس اشترواها بثلاثة ثلاثة اربعة لا بتوصل اشترواها بس انه لما يروح هناك يهديها لاب هذا الحاج أو المعتمر لانه طبقات يا اخي الناس وما يبقى يودي له زمزم انا ارضى اذا احد راح مكة يجيب لي زمزم ارضى لكن فيه ناس يقول لك لا والله جيب لك حلقة ذهب من الكعبة هذه المدورة الكبيرة شايفين يبدي تحت المقام تحت باب الكعبة قل للقفل يا شخيماد اذا رحت القفل ارضى يبلغو مو نفسه صورة له ذهر عيار اربعة وعشرين يجيب الباب طيب فعلوه الهم اذا نيض يعني تستطيع انك تعرفه ليس بالصعوبة فهي الجد في الامور والترفع عن صغائرها قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض وعدة للمتقين اين الشاهد هذه الآية طيب وين الشاهد على العلو المهمة اين ما فقط طريد الجنة الى المغفرة واعالي الجنة وعدة للمتقين وعن الحسين بن علي رضي الله عنه ما قال ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرافها واشرافها ويكره سفاسفها لاحظوا هذا هذه الرواية لاحظوا هذه الرواية هذه شغلك منتو أنا ما كنت يجيب هذه الامور هذه ليست قد تقال حديث وقد لا تكون حديث فما يحتاج إلى تصديق أو تكذيب ليش مو شريعة هو الأن يقول من أقواله الحسن بن علي هل أسند للنبي بس فائدة فتنبه يعني انت في النقل وبالنسبة للعلامات تضع لها هذه العلامة لكن إن كان حديثا لا تحاول تجعلها يعني تخلي منهجك في الكتابة أن الحديث له قوس معين هو الأثر أو القول الصحابي أو التابع من حكماء المسلمين أو علمائهم يكون بعلامات التنصيص وقال ابن الجوزي من علامات كمال العقل علو الهمة نفس الشيء أبطلنا ما دام من سيتنا واضح مشايخ ليش وضينا ليش حطينا العلامة من قوله وتعرف أنه الأهمة بزي بن الجوزي قدوة من العم جوامع الكلم أو الكلمات البسيطة التي ذات معنى كبير من علامات كمال العقل علو الهمة والراضي بدون دنيل الشهامة هي عزة النفس وحرصها على مباشرة الأمور العظيمة التي تستتبع الذكر الجميل ولو تلاحظ كل الأخلاق داخل في الشهامة ولذلك أظن الشيخ منير كان من الصعوبة أنك تعتي بدليل كيف تأتي بدليل كذا ينص على الشهامة من الكتابة ومن السنة حتى أستدل وأجعل الشهامة مطمئ ما في دليل كذا ذكر الشهامة بعينها لكن لما تنظر إلى معنى الشهامة أنك أنت تبذل للغير أرحمكم الله تبذل للغير من دوني يعني تفكير أو أنك مستفيد غير مستفيد قال الله جل في علاه وَلَمَّا وَرَدَ مَا عَمَدْيًا من هو موسى عليه سَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقَوْن وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَمْرَأَتَيْنِ تَذُوْذَانِ قَالَ مَا خَطْوكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءِ وأبونا شيخ كبير فإيش هذا الشاهد إيش هذا يحبه للبنات الشهامة موش مجبور وهذا كان في ملتهم وموسى لمن ذلك الاثنين كانوا يضاربوا مدخل بينهم أصلا من أخلاقه الشهامة وعنبي وريرة رضي الله عنه وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدق كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدق وتعين الرجل في دابته تعين الرجل في دابته مثال لو وجدت واحد مقطوع في طريق ووقفت إيش عنده بنزين فاتيت له بنزين وساعدته هي هذه مساعدة لكن أليست من الشهامة هذا هو الشهامة نكن تقدم الحاجة بدون إيش تعويض أو بدون تفكير فتحمل علي أو ترفع له عليه متاعها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة عشر من القناعة وهي الرضا بما أعطاه الله كالتساهل في المعكل والمشرب والزينة طبعا المعكل والمشرب ما حكم التفنن أو دفع المال الكثير في المعكل والمشرب يعني إنسان راح يأكل بدل ما يأكل سمك تون اللي هو العلبة الصغيرة راح يجيب سمك يعني في الكيلو في ريش طازي قل أمس صادو صادو بشبكة حريفة وما أدريه ويقليه ومن يعارفه يجوز ولا ما يجوز يجوز اللي يقول يجوز اللي يقول يجوز كمثال ثاني إنت يا شيخ مايرت بتعزمني قل تودك هنا كفترية إيش أنا كفترية هذي اللي يبيع الفطورة الخفيف ها وقلت له لا أنا ما أبقى الكلام هذا إيش تبا أبقى كباب يقول لي محالي بيع كباب ليش أنا كثير علي كباب المهم اختيار قال لي مثلا في مطعم كباب قلت له لا ما أريد هذا أريد الثاني ليه والله ما شاء الله يقدم لحم نظيف أو شيء معين من اللحم أو 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 والله ما أريد هذا المحل للسمك أنا أريد مثلا مطعم أو بي آكل لما نشبع آكل اليابا كل هذا الكلام هل هو ضد القناعة لا ليس ضد القناعة واللي قلت أنتم جائز لا خطر مستحب فين عرفت أنه مستحب كل من طيبات ما رزقناكم فأنت عندما تختار لنفسي ولأسرتك ألذى الطيبات هذا حكمه ليس جائز حكمه مستحب هو الجائز أنك تاتي تقولهم لا أنا حجب لهم فول علبة فول وإذا واحد ما عنده قدرة وراح لا خلم لا ما تكلم هذا أنا أكلمك عن إنسان يستطيع وإنت اللي عنده علبة فول كل يوم علبة فول كل يوم فول كل يوم فول كمثال ما حكمه حرام ليس حرام هنا تقول إيش جائز تجيك عندك المدام مثلا والزوجة كل يوم تطبخ لك نفس الطبخ كل يوم كل يوم كل يوم جائز ولا موجائز جائز لكن كل ما تفننت وراح تسويت لك من يعارف الورق العنب والكباب والكفتة والمحاشي والمشاوي واللي في الفرن واللي فوق الفرن واللي تحت الفرن والمقالي والمقلب الزيت والمقلب الزبدة والحلويات والفواكه هذا كل من إيش كل من المستحبات أيضا ان الله سبحانه وتعالى مدح اهل الجنة بإيش وفواكه مما يشتون لحم طير مما يتخيل مش عيب ولا حرام طيب انت كيف تقول لي القناعة هنا انا اكلمك القناعة وانت عندك مش وانت ما عندك وتقول لها انا حصبر صبر لكن القناعة انت عندك وتشوف أن البنت هذه عنده عنده 2000 شغالة ما شاء الله راتبة 5000 ولكن عندها من القناعة في لبسها في طعامها في مدخراتها مشكل شهر تغير جوا مشكل بعد فترة مثلا تغير سيارة مثلا في عندها قناعة رضا بما هي فيه واحد أكد واحدين غدا عندومي عشا عندومي يطبقون ألا والله ما عندومي والرضا بما دون الكفاية وتركوا التطلع إلى المفقود انتبهوا يا مشايق وهذه قد يختبر العريسة والخاطب مخطوبته انت اش تفكلي مثلا بعد عشر سن قالت والله انا فكر انه عندنا بيت ملك ترى انتبه انت اذا على قد حالك وتفكر في شبقة بس ايجار وهي قاعدة تقول لك بعد خمس سنوات بيت ملك ترى ممكن تتصادموا بعدين انت شايف ميولة هكذا لانك تحطها في امرها طيب لو ما قدرنا من بدري قالت لك لا كيف ما نقدر وانت شغال وانا شغال ايه شغال يعني فاعرف ان فيه يعني بعدين فيما طبات واضح يا مشايق يعني امثلة كثيرة قد تستفيدها كذلك والاستغناء بالموجود والوقوف عند الكفاية ومن القناعة عدم النظر الى رزق الغير من مال او ولد او زينة حياة دنيا فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وانا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما عاته كفاف اي الذي لا يفضل لا يفضل عن الشيء يعني كفايته ويكون بقدر حاجته وعن ابي هريرة رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الصحيح في دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ايش يعني قوتا يا رسول الله اي ما يسد حاجته يعني شو احنا نتعلم العام من الرسول كيف يدعو لأبنائه انا نفكر ان الغنى كل شيء لا قد يكون الغنى بلا انت قد تورث لأبنائك كمان يتنازع عليه ويتقاتل ويتناحر وكذا لين الجانب اخر شيء اي ان يكون سهل الطبع واسع الصدر متسامح لا يتضايقه سفاسف الامور ولا يطالب دائما بكامل الحقوق لاحظوا هذه المعلومة لا يطالب دائما بيش بكامل الحقوق لانه معروف ان الحياة الزوجية فيها من الليش التنازلات فاذا عرفت انه من طبعها انه لو جابت موئي هذه موئيتي لا تشرب منها صح هو من حقك طيب يا اخي جاي يوم ونعطشان او منتبه قمت من النوم واخدت الناد او اللي استخدمت المنادي العماد اخذ مناديلي شفتوا لما اخذها التدقيق هذا الكثير انت سويت انت فعلت انت سويت انت فعلت انت 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 او حقوقي هذا ما فيه لين جانب مفروض يكون عندك ايش لا والله بالعكس يعني ولا قال الله تعالى فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اين الشاهد فين اللين فيه لين فيه واش فيه ايش العلاقة لين تلهم فين يعني ايش فيها فاعنا الله يمن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه لو ما كان لديك كل قلين هو واضح كيف تعامل مع العدائه كيف تعامل مع نساي كيف تعامل مع الصحابة ياخي كانوا يأتوا ينادوهم من عند المزل يا محمد يا معفى انزل الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تؤذوا النبي كانوا يدرسوا عنده في البيت ما يرضوا يخرجوا وهو يطعمهم ويقلس معهم ويستفتوا ويعلمهم حتى لما انجل نزلة العايات ايش اذا طعمتم فانتشروا ان الله لا يستحي من الحق ومثلتها كثيرا وقال الله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى في مين فرعون لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وكذلك السخاء وبذل النفس لكنها لم تخدم وهي ما من الأخلاق الحميدة التي تغطي كل العيوب ومعلومة عند العرب انت لو فيك يجب يقول الذمة وسبعتها يعني كذاب نصاب محتال لكن كريم فتغطي عيوبك هذه قيلت كثيرا ان الشخاء يخدم يخدم صاحبه فكل ما كان الإنسان كريم في العطاء سبحان الله تستريش معاهبه هذا ما تيسر إعداده أسأل الله لي ولكم ولأهدينا ولحياتنا السعادة وأن نستفيد مما تعلمنا وأن يجعل الله سعادة دربنا في هذه الحياة وفي الآخرة وعندما نلقاه هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم